طيب بعد ما درسنا الآن الفلس أو الجملة الشرطية تعالوا نشوف بعض استخدماتها وكيف ممكن احنا بعدين نختصرها بطريقة ثانية في الجافة سكوت وفي كل وغات البرمجة الثانية تمام طيب في غالب الأحيان لما يكون عندك متغيرات بتلاحظ أنه يواجهك حالة بحيث أنه انت تبغى تخزن قيمة فيه متغير بناء على تحقق شرط معين من عدمه بمعنى أنه يكون أنا عندي متغير وأبغى أخزن فيه قيمة إذا تحقق هذا الشرط بس إذا ما تحقق راح أخزن قيمة ثانية تمام على سبيل المثال لو كان عندك الآن متغير فرضا اسمه إيش ويعبر عن عمر عمر مثلا الشخص أوكي وكان عندي متغير ثاني يعبر عن الحالة يعني نبغى نقول يا طفل أو بالر نسمي مثلا status أوكي طيب في هذه الحالة نبغى نقول إذا كان العمر أكبر مني أو ساوي 18 سنة فراح نخزن في هذا المتغير القيمة القيمة أدلت أو شخص بالر أما إذا كانت أقل من 18 فراح مفروضا نخزن في هذا المتغير هو الستاتس ومفروضا نخزن فيه مفروضا نخزن فيه اتشائل فلاحظوا الآن أن المتغير الستاتس اللي يعبر عن الحالة هل هو طفل أو بالر يعتمد على الشرط فهنا ممكن نستفيد من الف ألس أو نستخدم اختصار لها آخر راح نتكلم عنها بعد شوية تمام فهنا إش راح نقول إحنا راح نحطها كشرط أوكي فراح يقول إذا كانت أوكي قيمة الأيج أكبر منها تساوي 18 تمام هذا كشرط فمتغير الستاتس اللي راح يكون عندي معرف مسبقا أوكي راح نقول الستاتس أوكي يساوي يساوي أدلت يعني شخص بعلم أوكي أما إلس إذا كان مش أكبر من أو يساوي 18 يعني كان أقل ففي هذا الحال راح تقول أن الستاتس أوكي إيش تساوي اتساوي راح تخزن فيه مثلا تشايل بما أنك راح تعتبره كطفل فإذا لاحظ في هذا الحالة أنه أنا عندي نفس المتغير قاعد أعطيه قيمة قاعد أعمل عليه لكن عملية الإسناد هنا لو تلاحظونها مرتبطة بشرط أنه إذا كان العمر أكبر من أو يساوي 18 اعتبره لأدلت خزن فيه الستاتس أدلت يعني الحالة بالغ أما إذا كان لا مش أكبر يعني كان أقل فخزن لي القيمة شايلد في الستاتس هذا عبارة عن طريقة وتعتبر بيرفكت ومية بمية يتمشي معاك في الجافر سكريبت وفي كل وغات البرمجة الثانية ولكن في هذا الحالة إيش القضية قائز المهمة قدامنا أنه إحنا عندنا متغير وعملية الأسائم منت حكته مرتبطة بشرط وعندي أنا قيمتين في هذا الحالة نقدر إحنا نختصر الـ F-L من خلال شيء نسميه الـ Conditional Operator وكي وهل راح ندرس في هذا الفيديو لكن لو سويتوها بالـ F-L يعتبر تمام إيش فكرة الـ Conditional Operator؟ تحاكي لك المسألة الموجودة هنا أنه إذا كان عندك متغير وتبغى تحط فيه قيمة من بين قيمتين لازم تكون قيمتين ثانتين ولكن القيمتين هذه تعتمد على الشرط في هذا الحالة أستخدم الـ Conditional يعني الآن أنا لو أختصر هذا البرنامج راح نقول فرضاً في البداية بيكون عندك متغير الـ Age أحط فيه أي قيمة تابعها وهنا راح يكون عندك متغير الـ Status لكن قيمة متغير الـ Status الحين بتكون معتمدة على شرط فهنا أبدأ أخذ الشرط وأجيبه طبعاً السنتاكس حق الـ Conditional Operator عملية الـ Conditional من اسمها شرطية يكون عندك هنا Condition خلاص يكون فيه شرط بعدين علامة استفهام هنا يكون فيه قيمة أولى بعدين نقطة أسيتين وقيمة ثانية إذا كان هذا الشرط صحيح طبعاً هنا بيكون فيه assignment لمتغير مثلاً نسميه Farible A بيتم اختبار هذا الشرط إذا كان هذا الشرط صحيح إذا معنات المتغير A راح نخزن فيه القيمة القيمة هذة مثلاً نسميها Value 1 أما إذا كان الشرط خاطئ فراح أخزن أنا إيش راح أخزن أنا القيمة الثانية نسميها مثلاً Value 2 راح أخزنها هنا فهذه فكرتها تمام؟ هذا سنتاكس وهذه طريقة تستخدامها فالآن أنا أخذك أكزامبر راح أقول له إذا كان الـ Age نفسه قبله شوي إذا كان الـ Age أكبر أو ساوي 18 ففي هذا الحالة راح أجيب الآن القيمتين القيمة الأولى راح تكون إنه نقول له إذا كان أكبر أو ساوي 18 راح نقول Adult أوكي؟ تمام؟ أما Else لازم يكون في نقطة رأسيتين يعني إذا كان الشرط خاطئ فإيش تبقى تخزن فيه الـ Status راح نخزن فيه مثلاً القيمة القيمة Child أوكي؟ تمام؟ فهذه فكرتها فلاحظ أنه الآن إيش القيمة راح تخزن؟ بشو؟ إذا كان هذا الشرط صحيح إذا معنات راح ياخذ الـ Adult ويحطها فيه الـ Status أما لو كان هذا الشرط خاطئ راح ياخذ الـ Child ويحطها فيه الـ Status هذا الشيء نقول عنه الـ Conditional Operator ويعتبر عملية من بين العمليات طبعاً تعتبر العملية الوحيدة الموجودة في الـ JavaScript اللي عندها ثلاثة معاملات هذا المعامل الأول وهذا المعامل الثاني وهذا المعامل الثالث بينما العمليات الثانية اللي تعتبر ثنائية هذا يعتبر ثلاثة اللي أحيانا يسمونه Ternary Operator لأنه فيه ثلاثة معاملات واحد اثنين ثلاثة لكن معاملات ثنائية زي مثلاً أو عمليات ثنائية زي مثلاً عملية الجامل تكون عندك عدد أول A و عدد ثاني B فهذا نقول عنه Binary Operator ياخذ معاملين الـ B و A كمان عملية الضرب أما عملية Increment و Decrement تعتبر Unary Operator كونها تأخذ معامل معامل واحد بينما هذا هو الوحيد اليوتبر أو ثلاثي لأنه عنده ثلاثة معاملات نطبق هذا الكلام مع بعض ترجمات سكريبت بشكل بسيط راح نأخذ نفس الـ example راح نقول age مثلاً يساوي 19 مثلاً وباخذ متغير راح نسميه status هنا راح نقول زي قبل شوي بالـ F statement تمام؟ لكن بإمكاننا اختصارها طبعاً راح نقول إذا كان الـ age أكبر من يساوي 18 في هذا الحال فأحط أنا قيمة status بإيش؟ أحطها بـ adult يعني معنا أنه شخص بالغ أوكي؟ else أما إذا كان لا ففي هذا الحال راح أقول له وشو؟ راح أقول له حط للـ status بوشو؟ حطها لي بـ h i أوكي؟ بهذا الشكل الآن لو بنجي نطبع متغير status أوكي؟ راح تلاحظون هنا ممكن نقول له فهنا راح نجيب العمر وراح نجيب الـ status عمرك أنت 19 وتعتبر أنت شخص بالغ أوكي؟ بينما لو غيرتها إلى مثلاً أربع أوكي؟ فراح يعتبره الحين a child أوكي؟ فإذا لاحظوا القضية أنه عندي أنا متغير يأخذ قيمتين لازم تكون قيمتين يفيدني وقتها لاختصار حق الـ conditional فهذه بالإمكان اختصارها أنه راح نقول ناخذ الشرط هذا أوكي؟ ونحطه هنا طبع نحط عملية assignment أوكي؟ علامة استفهام أجيب القيمة الأولى مباشرة بدون ما نجيب شيء ثاني نجيب بس القيمة بالحالة أوكي؟ بعدين الإرس عاوضانا بنقطة رأسيتين وأجيب قيمة وشو قيمة القيمة الثانية يباره عن نتشاد وأدفلها بسميكون لاحظوا سطر واحد يختصر لهذا الكلام هذا الكلام كله أوكي؟ فالآن راح يكون نفس مخرجات البرنامج أوكي؟ تمام؟ فإذاً عندي condition بعدين هذا كأنه مجرد على ما تختبر الشرط أوكي؟ القيمة الأولى تخزن في المتغير إذا تحقق الشرط إذا كان true بس لو كان false مناطق راح يأخذوا قيمة الثانية تمام؟ وهذا نسميه الـ تستخدم لما يكون فيه قيمتين طيب لو كان فيه ثلاث قيم وأربع قيمة بغى أحطها يعني كان فيه عدة شروط لا، وقتها راح تستخدم وشو؟ تستخدم النستد اللي نحن نسميها الـ اللي هي الـ أو أنك تستخدم أوكي؟ أما إذا كانت قيمتين بس لا، وقتها راح تستخدم أنت الـ هذا نقول عنك تمام يوتبر؟ واحد من الأساسيات موجودة فيه البودرامج أو في البرمجة بشكل عام